يقف ضد المملكة لا مش هيقدر يقف ضد المملكة في لحظة معينة المملكة برضو عندها كروت تلاعب اي دولة بما فيها امريكا بما فيها الولايات المتحدة تقدر تلعبها بحاجات كتير اقوي وامريكا بتحصل حاجات بتيجي تلجأ المملكة وتكلم معهم والناس كلها عارفة الموضوع ده بشكل واضح جدا سيبك انه امريكا بتعمل بترول النهاردة ولا تنتج بترول مش عارف صخر ولا غير ولا كلام ولا لا لا ده لسه بنتكلم على اوهام بعد سنة ولا اتنين ولا كلام لكن يظل هذا الامر هناك امور اخرى عندك استثماراتك النهاردة في امريكا ازاي شكلها ايه عندك فلوسك الموجودة ودائع هناك شكلها ايه عندك الحاجات الموجودة كل ده اوراق لدي المملكة العربية السعودية وانا هنا عشان كده بقول احنا حان الوقت القول العربية رقم واحد قول المملكة تبحث عن بدائل ما عرفتش منها نحكتها تعملها ازاي وتصرف ازاي غير التسيح العادي تبحث عن بدائل بغض النظر ايه ما اذا فيه دولة بلطجية في المنطقة انت تبقى عندك الرادع تواجه فاكرين يا جماعة لما جا في لحظات بعض الناس اياهم ضعف النفوس من الطبور الخامس وغيرهم اللي حواليهم لما بدأت انت تقوي قوتك تقوي نفسك يعني وتعمل بقى التسيح بتاعك مصر مش دولة عدوانية لا لا خالص مصر امرأة ما كانت دولة بتاعة تدعى الاخرين احنا دولة بنحافظ على الامننا فالرئيس نفكر لبكرة والبعد بكرة والعشرين عشرين وعشرين ثلاثين عشان مستقبل البلد تأمن مستقبل البلد دي ازاي والشعب ده اللي هيبقى سنة عشرين ثلاثين مئة وخمسين مليون ولا مئة خمسة وعشرين مليون هتأمنه ازاي وتأمن مستقبله ازاي وتحميه ازاي غير لم يبقى عندك جيش قوي ما هو الشعب يبقى عندك شعب ومعندكش تسيح ممكن البلد دي تتاخد منك في دقيقة تتاخد ما إذا ما عندكش جيش موادين يا شايفين بلاد كانت كبيرة قوي 40 و 50 مليون في لحظة ما بقيت كم دولة 7-8 دول ويا بعض الشر يعني تنظيم إرهابي مش عارفيني وجهوه مجموعة ميليشيا مش عارفيني وجهوها عشان ما بقاش دولة خلينا نبقى واضحين فالنهاردة تعمل ايه أمن يبقى عندي قوة العسكرية بتاعتين بنجيب الطائرات ونجيب حملات الطائرات ولسه هنجيب ولسه هنعمل كل ده مش عشان النهاردة مش عشان دلوقتي عشان بكرة يبقى معروف الجيش المصر ده قوته ايه محدش يفكر لحظة يبصلك مجرد انه رمش عينه وكده يرمش لك يقولك مصر لا اوقع تقول مصر اوقع تتكلم على مصر عشان تعرفوا الناس إياهم اللي كانت طول وقت يقولك ايه وانت بتعملوا ده ليه واحنا محتاجينه اقام محتاجينه عشان حدك تبقى قاعد كده مستريح وجيشك عارف بيعمل ايه مش بيعمل حاجة يعني وخلاص ان احنا لا محتاجينها تبقى موجودة عندنا فانا هنا بناشط كمان اشققنا لانه كمان الهجوم اللي عليهم النهاردة هجوم عنيف جدا وتهديدات وقحة جدا ولازم نذكر الايرانيين بارهابهم ودمويتهم وذكر الايرانيين باللي عملوه واللي رتبوله تعالوا بس نشوف الارهاب اللي عملين يتباكوا عليه اشتركوا في القناة